ازادت المخوف في العراق من فرض قيود رسمية على الاعلام على خلفية انذار هيئة الاتصالات والاعلام باغلاق عشرات المحطات التلفزيونية والاذاعية المحلية منها والاجنبية يأتي هذا التوجه في وقت لا يزال فيه الصحفيون يواجهون تحديات امنية جمع فيها في العراق لطالما اطلق على الاعلام تسمية السلطة الرابعة سلطة في الوصف فقط ازدادت المخوف من فرض قيود رسمية عليها على خلفية انذار هيئة الاتصالات والاعلام القاضي باغلاق اربع واربعين محطة محلية واجنبية ما لم تحصل على تراخيص العمل واذا كان هذا الانذار يتعلق باستحصال الموافقات فان المشكلة تكمن في عدم حصول الصحفيين على حماية وحرية كاملة في العمل على الارض الاعلام استقل وتعلمون فتعتبر السلطة الرابعة هي اضافة الى السلطات الثلاثة التي موجودة في دستور العراقي فهي السلطة الرابعة اذا ومبدأ تفرقة السلطات موجود فاذا لا يمكن التدخل والبرلمان العراقي يجب ان يدخل باسرع وقد ممكن ويجب ان يكون هناك حرية والحفاظ على حرية الاعلام واستقلاليتها قانون حقوق الصحفيين قره البرلمان ويمنح الصحفيين الحرية الكاملة في العمل اما الحكومة فقد دعت في مناسبات كثيرة الى عدم تقييد الاعلام مواقف داعمة للعمل الاعلامي لم تنهي اعتداءات الرجال الامن على الصحفيين ولم تشهد الساحة العراقية محاسبة اي معتد على الصحفيين وفقا للقانون الان ما زالت النقابة بصد التشهيل لجان مع وزارة العدل والجهات الاخرى المختصة لغرض تطبيق القانون على الارض ونظرا لكثرة التجاوزات على الصحفيين افتتح مرصد الحريات الصحفية في العراق مركز الحماية القانونية للصحفيين من اجل الدفاع عنهم هذا المرصد وثق الكثير من الحالات التي تعرض الصحفيون فيها الى اعتداءات من جهات رسمية يمكن ان اقول اننا من خلال هذا المركز سنتحول من حالة الدفاع السابقة عن الصحفيين الى الهجوم المقابل اينا نستطيع ان نرفع دعاوة قضائية لحد هذه اللحظة هناك سبع دعاوة قضائية رفعت على مختلف وزارات الدولة في المالية في الكهرباء حتى دعوات قضائية على قيادات في الشرطة والجيش تعرض صحفيون بسببهم او سبب اعمالهم من اعتداءات وانتهاكات وتجاوزات ووفقا لهذه المعطيات فان ضمان الحرية والحماية الكاملة للسلطة الرابعة يحتاج الى تشريع قانون في البرلمان يترجم الى افعال على الارض كثيرة هي التحديات التي يواجه الصحفيون في العراق فمن تهديدات بالقتل من قبل الجماعات المسلحة الى اعتداءات واعتقالات من قبل رجال الامن اصبح الصحفيون بلا حول ولا قوة مطاردين من اطراف متعددة اشرف محمد العزاوي روسي اليوم